بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي يخرج الذين كفروا من نهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظنوتم أن يخدوا وظنوا أنه مانعتهم حسونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فعتبروا يا أولي النبصار ولولا كتب الله عليهم الجنال عذبهم في الدنيا ولهم بالآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو درتموها قائمة على وصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما وجفتم عليه من خير ولا ركاب ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى من أهل القرى فلله وللرسل وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسل فاخذوه وما نهاكم عنه بوته واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء الذين أخرجوا ميتيارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ويغسلون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من ناجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يغشح نفسه فأولئك هم المصلحون والذين جاءوا ميب عليهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤو في الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من نهل الكتاب من نهل الكتاب لئن نخرجتم لنخرجن معكم ولا نتيع فيكم محدا أبدا وإن كتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن نخرجوا لا يخوجون معهم ولئن كتلون لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأتم شدربة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في كره محصلة أو من وراء جدر بأسه بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعكنون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني يخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتهدر نفس ما قدمت لغده واتقوا الله إن الله خبير مما تعملون ولا تكونوا كالذين دسوا الله فأوساه معفسهم أولئك هم الفاسكون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عاليه الغيب والشفادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الكدوس السلام المؤمن المغيمن العزيز العزيز الجبر المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم